اهلا بكم ميلا موجز اخبار الان اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان الحكومة الاتحادية لن تلتزم بنتاج الاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان المزمع يجراؤه في الخامس والعشرين من ايلول سبتمبر الحالي وعد المتحدث باسم المكتب سعد الحديث في حوار مع سبوتنيك الروسية عد ان الاستقلال الذي يريده اقليم كوردستان خطوة غير شرعية ولا دستورية موضحا في الوقت ذاته ان الاقليم يتمتع بصلاحيات فدرالية طبقا للدستور شيع لبنان جثامين الجنود الذين قتلهم تنظيم داعش بحضور رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومة والبرلمان وعدد من القيادات السياسية بمقر وزارة دفاع اللبنانية وكان الجيش اعلن ان قسم الادلة الجنائية تعرف على رفاة الجنود بعد اجراء فحصات الحمض النووي عقب العثور عليها في جرود عرسال في اليمن قتل اكثر من 140 مسلحا من الانقلابيين من بينهم قيادات ميدانية في مغارك شمال البلاد بحسب ما اغلنه الجيش اليمني واكد في بيان صحفي سقوط حوثيين في مختلف الجبهات منذ الجبوعة الماضية من بينهم 75 سقطوا في مهدي خلال محاولات مستمرة من افراد الحوثي لاستعادة مواقع احكم الجيش الوطني سيطرته عليها مؤخرا اعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب احباط 11 اعتداء منذ بداية السنة في فرنسا وقال مصدر امني ان الاعتداء الاخير قد احبط عند اعتقال شخصا الاسبوع الماضي في سانوان بالضحية الشمالية لباريس كان يريد مهاجمة قوى الامن اعلن البيت الابيض في بيان ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اكد لامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على اهمية تعهدات قمة الرياض والحفاظ على الوحدة لهزيمة الارهاب وضاف البيت الابيض ان الرئيس ترامب ركز على اهمية تنفيذ جميع الدول التزاماتها في قمة الرياض للحفاظ على الوحدة وهزيمة الارهاب في الوقت ذاته ووقف التمويل للجماعات الارهابية ومحاربة الفكر المتطرف ازداد عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب المكسيك الى 32 قتيلا على الاقل وفق حصيلة جديدة رسمية ولقي 23 شخصا حتفهم في ولاية واكساكا فيما سقط سبعة قتل في ولاية شياباس المجاورة وفي ولاية تاباسكو قالت مفوضية جؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انما يقدر بنحو 270 الف لاجئ من الروهينجا فر من ميانمار خلال الاسبوعين الاخيرين سعيا للجوء الى بنجلادش حيث يوجد مخيمان للاجئين يستوعبان ما يزيد على ساعاتهما الطبيعية الى اللقاء اشتركوا في القناة